وفي الأقليمة كان متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين خفاجي أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية والقوات الأمنية عزمون على منع الهجمات على أربيل الخفاجي أوضح أن السوداني أمر بفتح تحقيقا على مستوى عال جدا بشأن الهجوم على محافظة أربيل ولفتا إلى أن هذه العمال ستكون محطة اهتماما للقوات الأمنية ولفتا إلى أن التحقيق سوف يكون مقدمة لعمل القوات الأمنية وسوف يتم تقديم المنفذين إلى العدلة وشدد على أن القائد العام والقوات الأمنية عازمون على منع مثل هذه الأحداث مبينا أن هكذا ممارسات تجعل العراق من دول التي لا يمكن أن تجذب رؤوس الأموال وأضف أن دول متقدمة لا تستطيع أن توقف الأرهاب الذي لا دين له ويمكن أن يحدث في أي مكان ترجمة نانسي قنقر